السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الموضوع متع الفيديو متعنا هما كثة مواضيع مهمة برشا اول حاجة الترجي والاهلي الثاني موضوع منتخب الجزائر وثلاث موضوع منتخب المصري قلين منتخب التونسي بش نحب نحب نبدأ بموضوع المنتخب المصري اللي هو مهم برشا 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 وتعاطفا مع المنتخب المصري نحبه برشا بالحق نحبه برشا عندي ثلاثة أربع متخبات بصراحة ويسمحوني المنتخبات العربية اللي هما الجزائر المغرب مصر ومتخب تونس بنصير بحكم أنا تونس الموضوع اللي قاعد ميك السوش الميديا والإعلام والضجة كبيرة وكيفش المنتخب المصري ما يلعبش وكيفش المنتخب المصري ما ما يشاركش في في ألعاب متع الفيفا وعندهم وقت وعندهم بصراحة بصراحة أنا أنا نضم صوتي المدرب المنتخب فهمتني اللي هو ما لعبش عندهم منتخب أولمبي بيشارك في الألعاب الأولمبية وحضر فيه يا باهي شنو بشزيدكم أنتم يا شعب مصر شنو بشزيدكم هاي ما كانت الكيبة قوية يا سيدي تركيب مش يحكوه على على خطر الترتيب في الفيفا ودرا شنوه عندما عندك إكيبة قوية مهما كان المستوان متع أي متخب كيسسوة يا سيدي خليه في القسم فالناس من العشرة الأول متع إفريقيا يا سيدي ما ترشع على رئيس المجموعة باش تجيه تزاير ولا تونس ولا مصر ولا المغرب ولا كسينيقال ولا نيجيلي ولا كوديور ولا كيسسوة فهمتني يوري يروحوا في التيران فاليذي ترتيب الفيفا ترتيب حكاية غالطة بارشة بارشة نلعب خاطر نلعب في فمن خارج الميدان والعودة في بلادي لم بورتا كوى كتاب دا قوي صحيح مش تلعب في هولو هولو في تلعب في قلب 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 الغابة عندك كيف صحيحة تلعب البرة والداخل كيف كيف هذي حاجة فلذي يا شعب مصري يا أحباء منتخب المصري سيب عليكم التراهات والموديل الفني حب يرطح لعبينه ما بشفده حد سيدي حاجة الوحيدة بشد في الكلاس مو فيفا الكلاس مو فيفا مع البلو شبيه فهمني البلو كي يحذر يكيب صحيحة هاو كرباحة قادرة أنا توم سيسيدي هانا لعبنا ثلاثة مباريات والدي أشع من بلعق زيت شعلة النار وخاصة بين أشقان الجزيرة اللي نبركلهم ونقول لهم مبروك وملعبتوا عن جادارة ويعطيكم الصحة القضية القضية الهنان مش قضية تربحني من يربحك القضية فهمة ظروف تحكم في المنتخبات أنا أنا أحمل الناس والله يقولوا برافو هاك شديد قدرك وربحت إمكانياتك فهمتي كمنتخب مصر وعارف روحك كان عندك تحضر كيف ولمبي ماشي فهمتي بشي لعب من بعد أي كيف التصويات خليني نطلع ديجا بس سمحوني أخي ولمصرين كنت تبعوا فيه ديجا معناها يعني لنفتة رضي سيدي باللغة العربية لنفتة رضي المنتخب المصري بشارك هو ماتك الأستشرة لا يستطيع أن تقعوا فيه ولمبي ماتك فلنفت هذا الأمر وليس سعيد جزائر وكسوة للتونس أنا لدي كيف صحيحة لنطلع باللعب والداخل يجب ان نجيب النتيجة هذه واحدة يجب أن اقاوزين هناك من أن تقعب الجزائر فما شكور من الناس الذين يقولون لي شبيك مع الشهر ما تكلمش ومعلقتش على مبارة الجزائر والتونس هو الذي أكثر بسيتياس ولماذا أن يعلم حق بالتوانس يسجع كثير من الناس وخاصة التونس وبويس كان تونس حبيت ربح قدري وانا من الناس منحبش نعمل فيديو بشي واحد يسيبني خاطر لو كان واحد يسيبني منحله قدره وانتيحله في قدره من الاخر وانا منحبش المستوى هذي خطأ انا مستوى ارقى من هذي خطأ انا واحد يسيبني نسيبه واحد يشكرني نشكره نحطه في غراسي اما واحد يغسل الموضوع نغسل وغسلين نحطه في ايطاق فلذا انا تجنبت هذه القيل والقال المنتخب الجزائر كان اقوى من فمس ولعب ويحتي الصحة وربح وبصحته المشكلة مش في المنتخب الجزائر مشكلة في مدرب الوطني يعني عنا مدرب بزوز دورو بزوز دورو ما يسواش وكان يجيبولو البرصة واليجيبولو ايكيب فرنسي بيشيهلكها والله العظيم بيهلكها فلذا انا ما حابش نطق في التفاصيل هذه الجزائر نقول لهم ان شاء الله مبرك عليكم وبصحتكم وفلن نفحو لكم راب كسوى الجزائر كسوى المارك وسوى ما سننفحوكم ابقى بالنسبة للمنتخب المصري بالله يسيبوا عليكم من المقابلة الودية وهو كل اسمون بتاع فيفرا وفيفا حكاية فارغ ربك يجون كم من فيقعة غليلة غلبة فيقعة كثيرة فلذا سيبون لعنا الرويقة ذاية وكل اسمون فيفا وهي وش تعمل بيه كل اسمون فيفا ما تعمل بيها عاد شي ما تعمل شو كسوى الجزائر كسوى تونس كسوى مرسل كسوى كسوى ما فيفا تحكي عليه انتي عنك كيف سحيحة تقف على الساقيها فهمتني توريني في الرسم كسوى تلعب خارج والارض والداخل فلذا ذا عقلية عقلية رجعية وعقلية بودورو عقلية تلعب برشا هوني مش نلعب الذهاب البرة والإياب في بلادي معناها بالبونية بالغورة هي مش بالغورة بالكورة درجة بتلعب في بلادك وما تعمل عاد شي وفا عندك للتاريخ يثبت هذي أول حاجة ما نحبش ندخل هنا في التفاصيل وما نحبش ندخل في ترهات فارغة وما تحكيش على منطقة الكورةة وعلى منطقة العاطفة والتعاصب والنميمة على الأصدق والإشترك ويبدأ اللي عليك إصلي عن النبي الكريم وبعد يبدأ تقطع في أمتي لا إلى الله أنا مش مانس هذويكم أنا كنقول كلما نقولها في بلاستنا نقولها بحق وبحب وبصدق بقت عن ذا ولو كان ضد تونس خاطر انا تونسي فلذا هذك عليش انا اتجنبت الاخوة الجازين اللي سيلوني برشا سيلوني عليش ما عمالش تعليق علامات تونس والجازين تجنبا للفتن وللو سبان وشتمان واحد خاطر انا من الناس راني ما نسكتش واحد يسيبني انكرروا فالنهار الي سيبني فيه خاطر من الناس ما نعفش مبلع فمي سامحوني الله غالب فلذا احترم قدري ولا علمتني الموسيقى وعلمني الفن رغم ان نحب نحكي على الفن اكثر من نحكي على الكورة لكن تلقى راحكم مجبور بش تحكي على الكورة فهمتني انا واحد يسيبني نسيب له العرش متاع والدين والديه فهو فيديوه صريح ونات ولي احترمني نحترم العرش متاع والدين والديه بالاحترام فلذا انا نتجنب في الفيديوهات اللي تعمل مشاكل وتعمل فتن واحد ولحظاه في فيديوهات يقول لها نحكي على عدم التعصب ويكونوا امه واحدة ويلاعب خيصة حالي بدون تتيحة قطر بدون شتم بدون سبين خاطر اصل حاجة راو واحدة نجي مسبك هو شو منذ نجي مسبك للصباح فهو الاخيه نمشو طوام مقابلة التراجي والاهلي عاو بش نقبل الماش نحنا اليوم النهار الربعة انا بشتحكي بالمنطقة الكورة مثل منطقة العاطفة بيقطع نظر على الاهلي ويقطع نظر على التراجي للأسف الشيء اللي يخوفني انا في مقابلة التراجي هي نفس العقلية متاع الشعبين نفس الأسلوب حفظوه امتي الله الاهل الله في الكورة الارضية حفظوه التكتيك يا ربي ان شاء الله يبدل التكتيك وان شاء الله يخرج بنفس الحكاية بنفس العقلية واللعب كذا وحط كه هفا فلان 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 من غير من سمي فيها سمي بش من قواتش ان واحد شان ايخر جبتها بعقلية اخرى بعقلية جديدة ويلعب تكنيكي وفاجة الاهلي مثلا مثلا حس برايان وعليش لم يلعبش بدوزة فان سنتر وانتي تلعب في تونس ومو تحكو على الارض ومقابلة الذهاب ومقابلة العودة يا أخوي اربح واحدة بشي كأنت تراجي اربح واحدة بشي ومشي المصر على بحظة بلتالي يلعب سكر أمتي يلاقي الله لحدش تجوار الباب في الدفاع والعب على فمني وتجيكي على المرتدات فلذا العقلية بتاع الكورة تقول ان تكون او لا تكون كان انك عندك جوارات وعندك خطة وعندك مدرب وعندك ملعبية وتتحكم فيهم لا تكون مع المقابلة لا تقول اهلي لا تقول برشالونة لا تقول ريال مدريد وكلهم كيف وكلهم انتي والمدرب وانتي جاهزة تلعبين في نهارهم لكن النهارات ويبدأ معك ميسي ويبدأ معك الرونالدينو ويبدأ معك اقوى اقوى الجوارات في امتني وما تنجب تعمل حد شيء فلذا ان شاء الله يبدأوا في فوربا في نهارهم ويبدأوا مركزين ويبدأ تبدأ الخطة رأوا دور المدرب يلعب دور كبير في التكتيك تنجب فهمتني تلعب خطة لا تبشيش معك تنجب في البعض الساعة تغيرها اما بالنسبة الاهلي المصري تنعرفوا فريق كبير حتى ما عنده شيء ديما موجود اسبوا يلعب كما يقول المصري نحن نقوله التوني بالتونس يقوله التوني هذا يسمى التوني و بالمصري يقول التوني و باللغة العربية ازاي مدام تلعب عزي و عند قليب و عند قليب و عند قليب تدفع على الوانك فهمتني بدون تعصب بدون انحي زي خطر اهلي مهما كان رأوا اسم كبير ياسر في افريقيا و مش انحكي عليه تاريخ كي تقول انتي لاز تسع القاب ابتال افريقيا يعني غني عن التاريخ بالنسبة للتراجي زي غني عن التاريخ و لكن ابكى على النهار بدون تعصب انا كتونسي اللي يربح صحة له نحب التراجي تربح رغم مش لمناصرين تراجي بين قوسين رغم انا مناصرين الملعب التونسي اللي هو طاح واللعبول واللعبة و معلينيش مش هذا موضوعنا فهم حسابات اخرى لكن انا كنت كلم على الكورة نتكلم على العقل نعرف نفهم في الكورة و ما نحبش نحكي فيها خطر فيها برصة تعصب و برصة تتيحة قدر فلذا للاخوة الجزالين والمصرين والمغربة والتواسع كلهم اي لعب خيد صحة لي مهما كان على مستوى الاندي ولا مستوى في رقفك ولا على مستوى المنتخبات فلذا حوالينا العقلية و ما هو درجة تونس الجزالين ها يرفع تونس ماذا تتغير في الكلاس موفيف باقي هاي كا تونس ما تنسوش اللي يرهي الكيبات انتي تربح سد الكيبات الاخرين تربح البركور اللي عملته تونس عملت تزوز انتصارات وهزيمة والجزالة عملت ثلاثة انتصارات هاي برا زيدة سيدي كل واحدة عشرة عشرة و سفرنا تونس هكا عنده عشرين و جزالة عشرة 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 عنده ثلاثة جزيدة مع كل النتيجة اللي فاتت شوفوها كيفاش تقاها ديما تونس مصب و ديما تونس و تحسبوا معاكم باش تقدم ثلاثة منص ثلاثة منص فرقة عربية مسلمة و نفرحوا لهم و كل شيء ولكن مش نهية العالم راولي كل اسمام الفيفا يا سيدي حطوا الجزائر لولا في افريقيا و في العالم و مش في افريقيا بارك في العالم يبكي على النهارة اللي ماتش يبكي اي اخوي قلع بلاسك في الكوب دومونت هاي سيدي الجزائر سيدي تكلاسات لولا تكلاسات لولا في الجماعية بحكم الفرق هاي قاعدة نشوفها بوركينا فاسا و درشنوه و و اثيوبيا و مجموعة على بكر تيابيها بودور فهم ذي لكما تكلاسات الجزائر لولا الله خير على الدنيا هذي واحدة هاي قاعدة الخامسة اللي بشترش في حقود الخامسة ذهابا و اياما في بلادهم هاي سيدي الجزائر اللي عبت خارج لبرة و ورؤوا العودة فهم ذي ضمن اجوال افريقية ضمن التحكيم ضمن الحسابات تحت الطاولة برشة عقلية اياما مزلنا بعاد كافريقية على اوروبا و على الكورات الاخرى فلذا كل شيء ممكن كل شيء ممكن فلذا انا من اعترفش بحاجة اسمه ترتيب الفيفا ترتيب الفيفا عندي كي بصحيح ان الععب لك في دارك مقابلات في دارك عندك فا كسوا في الجزيرة وكسوا في تولد وكسوا في المغرب كده بتعندي كي بصحيح مهم منيش فلذا يزونهم العقلية الزبالة فاما بالنسبة الاهلي والدرجي هم يقولون ايلي يلعب خير برافو والله يقولون فالفرنساوي ومبروك بالعربي فهمني اما يبكي على جوالات في النهار الناجم تقوى في النهار السابت تكون طرجة ليس في النهار والهلي في النهار والعكس وبالعكس غادي في مصر فلذا ما نحيونا العقلية التالعات وحكيوه على ايكيبات واعطوه حق الجوالات والتونس ليس ضعيفة الله غادتو احنا بمرضير كعبه يلعب تورق خيالية جايبها من المريخ او مدرشنو يهديكم ربي بالنسبة الاخوالي الجزائري مدغشوش اللي معمش على تعليق ماطش تونس والجزائر كم غصب وحكيتلكم ماليش فلذا رأي الجزائر في قلوبنا بشدة الجزائر نحنا وراح بشدة تونس نحنا معه فلذا ومشدة مصر نحنا معه بشدة مغربح معه أنا كنفسي أنا كتونسي نعتز بأي فرقة عربية تمثلنا في أي تظاهر عالمية او افريقية او عربي مدرش على تونس أنا ورا الجزائر مدرش الجزائر مدرش الجزائر مدرش مغرب من ورا مصر وهكذا دوليك فلذا يهديكم ربي نحونا العقلية الزبالة وهو عليه سوكي فيه وهو يا سيد ياكم اربحت المقابلة الودية وهو كما عملته الدنيا كله وهو كما تقدمته في كاسمه وباقي منزلته فهمتي ورا تونس اللي هي تونس عندها جوارات ابكي على الانتنار فلذا انشاء لا تغشوا مني اخواتي العرب الجزائرية والمغربة والمصر والمغربة يماشي في طريق البيه يقولوا دبيكم تحقروه ومصر يقولوا ليك دا حلفة فهمتي ليك دا حلفة لو عندها جوارات وقتها رسمية وقت لحكم العاس يبديه وشي معناه عندكابي معناه معاقين نارت الرسمية تقامرة كذلك تونس كذلك المغرب وكذلك الجزائر الشامل الافريقي راه وناس ما تتمنش ما تقولش هذا الدقيب حتى في اسوأ حالة تورا ووقت الرسمية يقف هاي قولكم السلام عليكم وما نقول لكم مش بارتاجيو وما نقول لكم مش شير وما نقول لكم انا اعمل الفيديو بالكيف كنا عشبك فيديو حبيت عمل جيمام ما عشبك الفيديو حبيت عملا بوني عامل انا مرفضش عليك ونبدأش فهمتي اي اشير وطوه اراه حكاية فرقة هو اراهي حكاية متاع كيف هذوكم الناس تجل على الفلوس وتجل على الدرام يحبوا يصوروا من اليوتيوب انا مع البديش بالنسبة المشاهدة انا كما قلت عشرة يتفرجوا فيها وسمعوني وفهموني وجاوبهم يحكوا معي وطلبوني وكلمهم وكلمنا عندي انا بدي بيزي في البركة خطر مقتنع اللي العالم كله نفاق وكله ترهدين وكله مصالح السلام عليكم حدثكم سامير الفرشيشي من باريس السلام